ولنقاش ملف الحرائق المستمرة في الأراضي العراقية التي تستهدف المحاصيل والأراضي الزراعية وخطورة ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني أهلا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هل يمكنكم أن تطلعون على ما وثقتموه في تقرير قسم حقوق الإنسان بشأن الحرائق والخطورة التي تشكلها مثل هذه الحوادث على الأمن الغذائي للعراق بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذا التقرير أتى في جزئين الجزء الأول تم نشره والجزء الثاني سينشر إن شاء الله قريبا لحقيقة لكبر هذه الملفات والحوادث التي تستهدف سيادة العراق وأمن المواطن ولا سيما الأمن الغذائي للمواطن وهذه الحوادث زادت بشكل كبير بل كانت غير موجودة وزادت بشكل كبير في السنوات الثمانية عشر الماضية وهذا كله حقيقة تحت ضل حكومات الاحتلال وحكم الميليشيات الموالية لإيران والمتنفذة والمسيطرة على مناطق واسعة من البلاد تتحكم فيها كيف تشاء المطلوب من ما تم توفيقه حقيقة هو شهادات لعشرات الشهادات من مزارعين في حقولهم إضافة إلى الشكاوى التي وردت إلى قسم حقوق الإنسان إلى بريد القسم من قبل عدد من المزارعين الآخرين وهي كلها تعزز حقيقة افتعال حوادث إحراق المحاصيل الزراعية التي تتزامن مع موسم الحصاد في كل عام وهذا طبعا تقف وراؤه جهات معلومة وجهات تم تشخيصها حقيقة من قبل القسم في هذا التقرير وهو بالمجمل سيكون الأمر متصل بمسألة كما ذكرت هو المس بسيادة العراق وغياب واستمرار غياب الدولة بعد 2003 نعم دكتور إذا كانت الحرائق تشكل كل هذه الخطورة على الاقتصاد العراقي ما الذي يمنع الحكومة من ملاحقة الفاعلين؟ الحقيقة الحكومة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الحرائق أما بالتغطية أو التستر على المرتكبين من قادة ميليشيات وميليشيات متنفذة ومسيطرة ولا سيما فصائل الحجد الشعبي الموالية لإيران وكذلك هذه الفصائل هي نفسها تمتلك مقاعد في البرلمان الحكومي الحالي والذي سبقه وبالتالي هي تشكل الحكومات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدين الحكومة نفسها وتضع نفسها تحت طائلة المسائلة القانونية وهو الحال في العراق مع الأسف الشديد منذ 2003 وحتى اليوم من يستفيد من التجويع والاستهداف الممنهج للإنسان والقطاع الزراعي ككل في العراق بهذه الجرائم؟ هذه ضمن سياسات التخريبية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة التي تنفذ مخططات خارجية داخل العراق بعد الغزو الأمريكي للبلاد والهيمنة الأمريكية الإيرانية التي أعقبته فهذا المستفيد أو الجهة التي تقف وراء هذه الحوادث والحوادث المفتعلة التي تسبب خسائر فادحة حقيقة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي هي لا يمكن إلا أن تكون نفسها الحكومة أن تكون هي الحكومة والحكومات المتعاقبة على مدى السنين الماضية وليس عبثاً أن تكون هذه الحوادث متجامنة مع موسم الحصاد في كل عام ولا يمكن أن تكون عبثاً وهي تحدث في كل يوم بمعدل أكثر من ستة حوادث إحراق للحقول الزراعية خلال موسم الحصاد من كل عام وهذا حقيقة أقل ما يمكن هو ما تم توثيقه هناك الكثير الكثير من الأحداث والحوادث التي بطبيعة الحال لم نتمكن من توثيقها أكدت وزارة الزراعة الحالية أن 50% من مساحة العراق مهددة بالتصحر إلى أين تتجه الأوضاع في ظل هذه المخاطر البيئية والاقتصادية؟ أختي الكريمة هذا الموضوع يجرنا إلى مسألة غياب الحكومات الوطنية في العراق بعد 2003 وغياب القطط الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه ومعالجة أزمة الكهرباء ومعالجة أزمة الخدمات الأساسية للمواطن ومعالجة ملفات كثيرة أشياء ومعقدة باتت في ضي الحكومات لا تكترث لا للمواطن ولا للوطن ولا يعني همها الوحيد هو تنفيذ أو تنفيذ رغبات الجهات المرتبطة بها خارجيا وبالتالي هذا هو الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون لأنه لا يمكن أن يوصف هذا الإهمال المتعمد والتقاعس عن أداء الدور الحكومي وإلا عقدين من الزمن مضى عقدان من الزمن ولم تتمكن هذه الحكومات من حل أزمة واحدة كل ما يجري هو قفز على الحقائق وترحيل الأزمات وهذا طبعا يدفع ثمنه المواطن العراقي البسيط الذي بات يعاني ونسبة الفقر العالية التي باتت في العراق هي تعكس هذا المنوال ولا يصدق أحد أنه في العراق تكون نسبة الفقر فهكذا أو يموت الناس من الجوع والعطش والتشرد وحياة الملايين المهددة بسبب تقاعس الحكومات عن أداء دورها في هذا الجانب شكرا جزيلا لكم مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علمائية المسلمين دكتور أيمن العاني حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان